لو حبينا نقول يعني ايه التحاليل اللي ممكن اي شخص عنده وزن زائد يعملها يعرف من خلالها انه عنده مثلا خلال هرموني او يعني اسباب ذاتية هي اللي بتأثر في عاملة الحرب هو ده احد الاسباب احد الاسباب الخلال الهرموني وعشان كده طبعا معروف كل الناس عارفة ان هرمونات الغدى الدرقية من اهم الهرمونات اللي بتحدد مشكلة السمنة او النحاف فاحنا عندنا من التحاليل تي ثلاثة تي اربعة تي اس اتش وتي اس اتش بيغني عنهم الاتنين مبدئيا بصروا مبدئيا ممكن نعمل تحاليل السيرودي استيمولاتينج هرمون او تي اس اتش مبدئيا واذا لقينا ان التحاليل ده نسبته اعلى من الطبيعي اعلى من الطبيعي فهذا يؤكد خمول للغدى الدرقية ومنها اسباب السمنة دكتور عناد اشتركوا في القناة